موسيقى خذها قاعدة التعاون بين الأقوياء الإيجابيين قيادة لمسار الحياة التي نريد أهلا فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من برنامج خذها قاعدة الموسم التاسع واحدة من المسائل اللي مسببها خلل كبير هي ضياع التعاون والانسجام يعني لما ترى الناس المتعاونين المنسجمين في تحقيق إنجازات وأهداف تراهم معناه في إنجاز مستمر وعالي لكن عندما يحصل عدم التعاون أو عدم الانسجام هنا تضطرب الأمور وهذه مسألة كثير ضرورية طيب هل المفروض أننا نتعاون وننسجم مع كل البشر لا طبعا يعني وإلا أصبحت نفس فكرة القبلية والطائفية لكن كيف نوفق بين المسألتين هنا مسألة كثير مهمة أنا بقدم شوية مقدمات شنو أهمية هذا المعنى وبعدين بنشوف كيف إنه إذا صار هذا التعاون والانسجام كيف يقلب موازين الحياة تماما ويسيرها في المسار التي نريدها أو يريدها هؤلاء الناس متعاونين أولا إحنا عندنا مشكلة كبيرة في أمتنا وفي مجتمعاتنا بأنه يعني عندنا فردية مؤذية وأيضا عندنا جماعية مذوبة يعني يأما تجد الشخص سايح داخل الجماعة ورأي الجماعة وفكرة الجماعة طبعا هذه الجماعة قد تكون جماعة دينية قد تكون قبيلة قد تكون طائفة قد تكون حزب سياسي ضايع ما لها شخصية هو عبارة عن مجرد جندي موجود في الحسبة هذه كضايع ومجموعة قيادات في الغالب متحكم فيهم واحدة واثنين والباقي كلهم مجندين كذا فضايع فكرة يعني طيب أنا هم جزء من هذا العالم من هذا المجتمع من هذه الحياة فضايع هو لا يعني خلاص يصبح مثل البنت اللي بس يعني تزوجت وبعدين تحمل وتجيب عيال وتربي العيال وتوكل العيال وبعدين تربي الأحفاد وتوكل الأحفاد وكذا والحياة تصير بغلط مش غلط بس هي مجرد أداة يعني تستخدم من قبل الماتريكس أو الجماعة أو كذا طيب نزين يعني خلاص ماتي بعيال ولا تربي لا طبعا أيضا هذا العكس تماما اللي هي احنا سميناها في البداية الفردية يعني إما الذوبان في الجماعية أو تصبح الفردية ما لها علاقة بأحقالها أنا هم شيء عندي نفسي ولا لي علاقة في أي أحد وممكن يرمي عائلته ويمشي ممكن يترك أولاده ويمشي متما تحصل في الغرب كثيرا وتحصل هنا كذلك يطلق وخلاص وينتهي الموضوع كذا أو هي كذلك تطلق وتخلصك فأعيش خلاص أنا أهم شيء عندي نفسي وأهم شيء أنا خلاص كل يوم أجلس جلسة تأمل ومديتيشن أو أونس نفسي أو أسافر أو أصرف راتبي فقط علي أو فيصبح يعني هذا الشخص فقط هو خلية بين هذا العالم منعزلة أو تصبح خلية ذائبة ذائبة فهو الثنين مش يعني المعنى الصحيح الثنين مش الحياة التطرف دائما سواء كان أقصى اليمين أو أقصى اليسار هو في الحقيقة دفع ثمن لعدم الحياة في الوسط somewhere in between يعني في هذه اللي هي إدارة المتناقضات لأن الناس تبيك تروح تاخد طرف فالدخول فيه فردية وبس الشعور بس أنا 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 يعني يضيع المعنى العظيم وهذا حنتكلم عنه في كيف إذا لم يصير فيه التعاونس جامع إيش اللي يحصل يعني وأيضا الدخول الإنخراط والذوبان في فكرة جماعية اسمها الطائفة أو اسمها القبيلة أو اسمها الحزب أو كه أيضا تضيع المعنى يعني الوجودي لك اللي هو لك اليونيكنس هاي كذا لك التفرد أنت أنت عندك رسالة خاصة هاي رسالة خاصة فيك فقط أنت من بين كل هاللمليارات أنت لك رسالة خاصة وفي رسالة عامة طبعا كلنا عايشينها وفي رسالة مجتمعية وكذا في الأكاديمية نعلم هذه المسألة إيش رسالة الكون إيش رسالة الأرض إيش رسالة البشرية مسألة ثانية لما نقول يعني ضياع التعاون والانسجام هو في الحقيقة ضياع معنى كبير وهو النتواركين كثير من الفلاسفة والمفكرين تكلمون عنه كيف البشرية تطورت أو عملت القفزات عملت القفزات من خلال عدة أشياء أولا هي في الحقيقة طورت الكمينيكيشن طورت الاتصال بقية المخلوقات ما طورت الاتصال تتخيل بس لو أن القرود هم اللي يطوروا الاتصال بينهم قاموا يتواصلون وقاموا يطوروا اللغة يعني بالقصد أنهم طوروا المفردات ومعاني المفردات فبالتالي صارت عندهم مفردات كثيرة وبالتالي طبعا أصبح لها معاني كثيرة يعني أنا معاك الآن تكلمنا لمدة خمس دقائق ولا سبع دقائق أنا وصلت كثير من الأفكار وأنت تخيلتها وتصورتها واستشعرتها ومعا كده من خلال استخدام الكمينيكيشن استخدام الاتصال لكن لو اثنين قرود أو اثنين أسود أو اثنين نمور يبون يشروحون فكرة من هذا النوع مستحيل تقريبا ولو بيوصلون هذه الفكرة ممكن ياخذ لهم تسع شهور عشر شهور عشان يقولون الخمس دقائق اللي حنا قلناها حنا طورنا الكمينيكيشن خلاص صرنا نقدر نوصل المعلومة بالسرعة بالتالي قفزت المعرفة يعني بشكل هائل جدا المسألة الثانية وهي أيضا من المساء المهمة اللي جعلت البشر هم قادة الأرض اليوم وهم في الحقيقة يعني اللي عملوا هذا التطور السريع في كل البشر حتى على فكرة طوروا في الحيوانات يعني اللي هو النتويركنج عملوا النتويركنج فأنا اليوم متواصل معاك أنا جالس أسجل هذه الحلقة في الكويت وانت قاعد تسمعني ربما في السعودية ربما في الكويت ربما في مصر ربما في أمريكا ربما في استراليا في اليابان قاعد أتواصل معاك ممكن بالتلفون الآن نتواصل مع خمس أشخاص في خمس قارات النتويركنج هذا جعل سهولة في التواصل في نمر موجود في الهند ما يعرف عن النمر اللي موجود في أفريقيا كما ممكن يتعاونهم مع بعض ينشؤون مملكة واللي يسوون عمل تعاون بينهم وبين بعض السم في الحقيقة أصلا ما عندهم أي تواصل هذا النمر اللي موجود في أفريقيا ما يعرف أن هذه أفريقيا أصلا أصلا ما عنده هذه المعرفة ولا عنده الكميونيكيشن ولا عنده النتويركنج فمسألة ضياع التعاون معناها ضياع النتويركنج معناها أنه ضياع القفزات المعرفية معناها ضياع الإنجازات العظيمة إذا ما في نتواركين البلد الصحيح والعميق والقوي هو بلد نتوارك يعني فيه نسميه إحنا في المصطلح الاجتماعي أو السياسي مؤسسات المجتمع المدني هذه المؤسسات المجتمع هي عبارة عن نتواركين كلها قاعد تشتغل كذا تعمل السلف ريفورم تطور تبدع تصلح تعدل تضمن كذا فهي نظام النتواركين في المجتمع مسألة أيضا مرتبطة في موضوع التعاون والانسجامية كذا اللي هي موضوع الكوبوريشن اللي هو التعاون أن يكون فيه تعاون معنى أن نحن نحن سهل أنا اليوم أنجزت كثير من المهام نص المهام اللي أنجزتها اليوم كانت بالتلفون يعني تواصلت مع فلاند واس كذا وسعت ولدي في المسألة الفلانية ومعاملة الفلانية وفي المعروف شاعدة كلها من خلال إيش تصلت على شخص تعاون معي خلصت للمسألة الفلانية وتصل علي شخص أنا خلصت للمسألة الفلانية وهكذا فإذن المسألة لما نقول التعاون ونقول إنسجاميا نقصد فيها التوفيق بين الفردية والجماعية نقصد فيها عمل النتوارك نقصد فيها عمل الكوبوريشن أو التعاون والتنسيق نقصد فيها كذلك وجود معنى الحب المطلق إيش الحب المطلق؟ حب المطلق اللي هو أنت يعني ما يكون لك بالضرورة فيه مصلحة فأنت عادي مثلا شفت شخص ناجح وأنت سعيد إنه حقق نجاح يعني هذا حب مطلق كثير من الجماهير هي جماهير مخلصة في الحقيقة أكثر من الشخص المشهور يعني مغني ولا لاعب ولا كذا ومهتم من نفسك وحقق نجاح فهو سعيد وكذا والجمهور فرحان له يعني هذا في الحقيقة حب مطلق يعني كثير من الجماهير أكثر من حبا أكثر يعني حب مطلق أكثر من المشاهير نفسهم مش بالضرورة طبعا قد يكون مثلا شخص هو يعني أنا قاعد يشجع نادية هذا طبعا ما لا علاقة في حب المطلق ثلاث ترباع المشجعين مباريات كلتا الخدم هما في العقل متعلمين الأنانية والتحزبية وكذا هما في الحقيقة في معنى كثير سيئ وهم ما يدونهم من ذلك تجدهم أكثر الناس سوءا في الأخلاق في تويتر ذول اللي حاطين صور لاعبين ولا شجعون أندية ولا معرفة كذلك ذول أصلا هما ضاعت منهم الحياة فصاروا مشجعين يعني فرق هذا مش معناته ما طالعه كذا بس أنت كونه وصل إلى هاي الدرجة من التعصب فمعناه تضاعت من الحياة لكن الحب المطلق هو أنك أنت تحب الشيء للآخرين دون أن يعني تكون لك مصلحة فيه حبك المطلق للشعوب تطورها تحسنها كذا هذه المسألة ضاعت كذلك يعني صارت إحنا صرنا أمه ما لنا علاقة في الأمم الأخرى شدخلنا فيهم هذا كلهم كفار أصلا إحنا دخلنا فيهم كذا أصلا إحنا الأمة اللي كذا طول الوقت نبينغير فيهم نبيندخلهم في الإسلام ولا نبينخليهم يميلون إلى قضيتنا العروبية ولا إلى قضيتنا الفلسطينية طول الوقت طول الوقت إحنا قاعدين حاول نسخر هالبشر هذولا لنا بينما حنا ما عندنا أي شيء لصالحهم ولا أي شيء يعني فيه أشخاص ما قدم ولا قيدة ملة يعني ربع صانتي من الفائدة إلى بقية الشعوب ما قدم شيء بس هو طول الوقت يطالب في شعوبنا توقف معاه وهذه خلل عظيم جدا لأن هذه معناته خلو الحب المطلق تماما من هذا المفهوم هذا بس تمهيد شوي بس حتى نفهم المعنى وحكمل فيه لأن المعنى كثير عظيم وخذها قاعدة التعاون بين الأقوياء الإيجابيين قيادة لمسار الحياة التي نريد ترجمة نانسي قنقر